لم يعد بإمكان هذه الأبواب أن تفتح في وجوه الأطفال بمحافظة الحديدة وتمنحهم فرصة مواصلة تعليم آمن وسط تصاعد مخاوف الحرب وتداعياتها المروعة على العملية التعليمية بالمحافظة عشرات المدارس الخاصة أغلقت أبوابها مع بدء هذا العام الدراسي ولم تفتحوا للتسجيل بل فتحت لأولياء الأمور باباً لاسترجاع وسحب ملفات ووثائق أبنائهم ليتمكنوا من تسجيلهم في مناطق النزوح التي تسيطر عليها الميليشيات كمحافظة صنعاء ومحافظة إب أما الأسر التي لم تتمكن من النزوح فلا يزال مستقبل أبنائها التعليمي في المجهول المدارس الحكومية أيضاً ليست بمنأة عن تداعيات المواجهات التي تشهدها أطراف المدينة فهي حتى اللحظة لم تستقبل الطلاب ولم تعلن أي منها ما إذا كانت ستدشن عاماً دراسياً جديداً أم أن الحرب عطلت كل شيء؟ ظلت العملية التعليمية بالحديدة تعاني من شلل في الأنشطة وغياب للمناهج واستحواذ على الخطاب الإذاعي المدرسي منذ أن سيطرت الميليشيات عليها قبل أربع سنوات لكن ذلك لم يكن كافياً وها هي تتسبب بتوقفها نهائياً غير مدركة مصير الآلاف من الطلبة في ظل سلطتها الإنقلابية التي دمرت كل شيء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر